أكدت الحكومة أن القيادة السياسية قامت بموقف بلغ القوة والحسم وأنها تبزل قصارى الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني وإيقاف ما يحدث من هجوم على قطاع غزة ودعم المدنيين الأبرياء في غضون ذلك استقبلت وزيرة التضامن لاجتماعين بين القباش محافظة ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي أوكاي ماميش وعددا من المسؤولين بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة تقديم الدعم ومستلزمات الإغاثة الاجتماعية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جانبه وجه محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ بتركيا الشكر لمصر حكومة وشعبا على موقفها القوية وجهودها المتواصلة إذا الأزمة التي يشهدها قطاع غزة مؤكدا أن مصر موقفها دائما واضح إذا القضايا الإقليمية والإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر